أعزائي كل الطلبة وطالبات الثانوية العامة الصف الثاني الثانوي أهلا وسهلا بكم مع شرح قواعد الدرس الأول من الوحدة الأولى نبدأ على طول بيقابلنا في الدرس الأول مجموعة من الأفعال اللي بنستخدمها علشان نوصف الطريق لشخص فمثلا الفعل الأول هو مخشي يعني يمشي والفعل مخشي بياخد معاه حرف الجر سير يعني يمشي على وبعد دي بيجي مكان مخشي سير وبعد دي مكان فمثلا نقول دي پيتون مخشي سير لتخوتوار دي پيتون مخشي سير لتخوتوار يعني الموشي يمشيون على الرصيف يبقى مخشي سير الفعل الثاني هو تورني تورني يعني يستدير أو يلف والفعل التورني بياخد معاه حرف جر آ أو 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 آ لا أو آ ل ألب WO أو O اللي هي آ أو إكس نخد مثال يعني سيارة بتلف في نقطة الدوران الفئة الثالثة هو يعني يعبر أو يعدي وطرافرسي دايماً بيجي بعد اسم مكان فمثلاً نقول يعني الشخص المار أو الماشي بيعبر أو بيعدي الشارع أو بيعدي الكبري تاني المثال يعني الشخص الماشي بيعدي الشارع الفعل الثالث هو الفعل أفنسي أفنسي يتقدم وأفنسي بيجي معاها حكتين إما حرف غرر أ حرف غرر أ طبعاً أو ألا 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 أخرو أو ذار ذار يعني تيجاه تيجاه أو نحو نقول مثل نقول مثل یعني سيارة بتتقدم نحو أو تيجاه أو إلى الإشارة الثالثيت الالوين نقول مثل تاني يعني الفعل الأخير هو الفعل يعني يأخذ ويأخذ هنا بمعنى يركب ويأتي بعدها وسيلة مواصلات مسبوقة بمحدد وسيلة مواصلات مسبوقة بمحدد ما هو المحدد؟ المحدد يعني أداة تعريف أو صفة ملكية أو أداة نكرة إلى آخر إل بخان نأخذ مثال إل بخان لمترو يعني هو يأخذ المترو هنا المترو وسيلة مواصلات مسبوقة بمحدد اللي هو أداة التعريف لنأخذ مثال ثاني إل بخان سون فيلو إل بخان سون فيلو ويأخذ دراجته وهنا كلمة دراجة مسبوقة بمحدد اللي هو صفة الملكية سون ننتقل لنقطة تانية وهي حروف الغر الخاصة بالمكان حروف الغر الخاصة بالمكان سور يعني على سو يعني تحت دفن يعني أمام داريار يعني خلف لوان د بعيد عن بريد قريب من دن يعني في أو بداخل أدروات د على يمين من أغوش د على اليسار من أنتر يعني بين طيب ملحوظة على حروف الغر الخاصة بالمكان حروف الغر اللي هي دن و سو و دفن و سور و أنتر حروف الغر دول مش بيجي بعديهم حرف جر د مش بيجي بعديهم د ولكن يعني ما ينفعش هقول دان د ولا سو د ولا دفن د ولا سور د ولا أنتر د ومال بيجي بعديهم إيه؟ بيجي بعديهم محدد اللي هو إيه؟ قلناها قبل كده أداة ناكرة أداة معرفة صفة إشارة وحكذا نأخذ مثال يعني المشاء بيكونوا على الرصيف إلسان دفن لسانتر كوميرسيال هم بيكونوا أمام المركز التوغيري هنا كلمة سور وكلمة دفن يأتي بعدهم أدات تعريف يعني محدد أما حرف جر د بيأتي مع كلمة أدغوات وأغوش فأقول أدغوات د على اليمين من أغوش د على اليسار من وبعد ما بتقول أدغوات د وأغوش د لازم يجي بعديها اسم المكان اللي انت بتوصف بي فمثلا أقول لابواتور أغوش د لابانك لابواتور أغوش د لابانك يعني السيارة بتكون على اليمين من البنك طيب هل ينفع نقول أدغوات وأغوش من غير حرف جر د أيوة ينفع وهنستخدم التعبيرين دول بهذه الطريقة لتحديد الاتجاه ولا يأتي بعدهم اسم ساعتها انت مش بتوصف بمكان مش هتذكر مكان بعد كده فمش محتاج انك تقول كلمة د ناخد مثال لابواتور تغنى أغوش لابواتور تغنى أغوش يعني السيارة بتلف على اليمين أو بتلف لليمين ماينفعش تقول على اليمين وبعدها مكان غلط أوكي شباب ننتقل لنقطة أخرى وهي أدوات المعرفة المضغمة مع حرف الجر د أدوات المعرفة المضغمة مع حرف الجر د هم بمعنى من بمعنى من طيب هنعمل عملية حسابية صغيرة د زائد ل تساوي د د زائد ل تساوي د د زائد ل تساوي د ل كل أدوات المعرفة المضغمة مع حرف الجر د يترجموا باللغة العربية بمعنى من فنأخذ مثال لا فاتور اي اغوش دو بوس لا فاتور اي اغوش دو بوس يعني السيارة بتكون على اليمين من الباس وهنا انا استخدمت د علشان المكان او الموقع او الشيء اللي هيجي بعد كده هو اسم مذكر اسم مفرد مذكر طيب لازعبغة صون اكوته دي ماجازين لازعبغة صون اكوته دي ماجازين الاشجار بتكون على جانب المحلات هنا كلمة المحلات جمع عشان كده اخترت دي اي اس نخد مثال كمان لفو تريكولور اي ادروات دو la piste هنا كلمة piste مفرد مؤنث عشان كده اخترت كلمة من اللي هي دو لا اخر مثال ما ميزون اي بخي دو لبتال ما ميزون اي بخي دو لبتال منزلي يكون بالقرب من المستشفى هنا كلمة المستشفى بتبدأ بحرف متحرك عشان كده اخترت دو الابوسط خف كمان خلي بالك ان لا يتم اضغام اداة النكرة وصفة الملكية وصفة الاشارة مع دو حرف الجر دو مضغم معه ادوات المعرفة فقط ناخد مثال لليسي اي بخي دو ما ميزون هنا دو اي زي ما هي لان بعدها ما ما صفة ملكية مش اداة معرفة مثال تاني ما فواتور اي اغوش دو نبانك سيارتي على اليمين من بنك هنا ما عملناش اضغام مع دو والان لان الاضغام بيكون مع حرف جر دو وادوات المعرفة فقط المثال الاخير يعني انا اسكن بالقرب من هذا المطعم لم يتم الاضغام هنا ما بين دو والس لان الاضغام بيكون مع دو وادات المعرفة فقط الجزئة الاخيرة من قواعد الدرس وهي ادوات الاستفام اداة الاستفام الاولى هي كلمة او يعني اين وطبعا تسأل عن المكان كان يعني متى كان يعني متى وتسأل عن فترة زمنية غير محددة ناخد مثال كان اي لفت متى تكون الحفلة ما ينفعش ترد على هذا السؤال بكلمة ساعة ما تقولش الساعة سابعة مثلا ولكن تقول لفت اي لسامي دي كاتخمي يعني الحفلة بتكون يوم السبت اربعة مايو كده انت محددتش الساعة كام اداة الاستفام اللي بعد كده يعني في اي ساعة هنا ترد بساعة محددة فمثلا اقول في اي ساعة تبدأ الحفلة الحفلة بتبدأ الساعة ستة وبكده نكون انتهينا من شرح قواعد الدرس الاول وبكده نكون انتهينا من شرح قواعد الدرس الاول في الفيديو اللي جاي ان شاء الله هنعرض تدريبات على الدرس الاول اعملوا سبسكرايب للقناة فعل زر الجرس علشان تلحق تشوف كل الفيديوهات اللي جاية ومايفوتكش ولا فيديو كمان ادخل وشوف الفيديوهات القديمة علشان انا شرحت المنهج كله في الفيديوهات القديمة تابع معي شير لكل اصدقائك علشان نوصل لكل الناس نفس نوصل لكل طلاب مصر نفس نوصل لكل الطلاب ونخليهم معنا هنا على القناة شكرا واشوفكم في الفيديو القادم Au revoir اشتركوا في القناة